اعتبرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيساف أن قرار إسرائيل بحضر عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأوضاع في قطاع غزة وأكدت المنظمة الأممية أنه لا توجد منظمة أخرى قادرة على الوصول للأطفال والعائلات المحتاجة أو تزويد المستشفيات والمراكز الصحية بالتواقم الطبية والمدارس بالمعلمين وشددت منظمة اليونيساف على أن الفلسطينيين في شمال غزة بحاجة ماسة إلى المساعدات المنقذة للحياة في ظل الحصار العسكري المتواصل منذ نحو شهر